قال لي هاركان كنتي باغت قتليها وباغانا نخلي وكتمشي في حالة بحالة لما وقع وعلو ارجع ضربها مرة أخرى حتى داخل وما بقات عفات راسها فينكينا وبدأت كتبكي وترغب قالت جاء عندي واحد قبيلة ووراني صورة هذا البند وقال لي يا حقنيها بهذا رفضت وهو يجبد التليفون ووراني تتبيرت ولدي في الحضانة قال لي يا إلا ما درتش هادشي اللي قال غادي قتله طاحت على ركابيها ودير إيديها على وجهه وكتبين أما ركانوا صيف كيشوفوا فيها وبين عليهم عصبين وساخدين ولكن وخاها كيبقات فيهم شافوا في بعضياتهم كيهضروا غير بالعينين عارفين شكون يقدر يكون بغيقته الغدير شكون من غيرهم الأهداف اللي حاسدين بالخطر ومنهم من أبديل صيف اللي ولا هاد الأخير حاسبوا شخص غريب عليه ما شيبه ركان قال وقفي وباركة من لبكة سمحيني مزيان أش غادي نقول ليك غادة تمشي تجري تعيتها على الطبيب وتقول ليه لمريضة جاتها حالة توقف القلب يلا مسحي وجهك ودير يدك شي اللي قلت ليك وقفت كتبسح بدموحها وما فهماتش علاش قال ليها تدير عكا ولكن مشات نفدات شنو قال ليها جات طبيب وصدرا كان الغرفة وشرح ليه باللي حياة غادير في خطر وخاصهم ينقلوها من هنا ويعلنوا على خبر وفاتها المزيئة عاد فهمات الممرضة شنو واقع اعلن الطبيب وفات المريضة غادير وخرجه بورا كان قدلوا راق خرجات الممرضة وهي ممتنة لهم حيث لو كان عرفوا الاخرين اللي هدوها باللي ما قتلاتش غادير غادي يصفيوها لها هي وولدها وقدام غرفة السخب واقف الأم ديهاي وعينيها حمرين بالبكة وجنبها سيراج جاء الطبيب ودخل عند السخب وشاف حالته وخرجوا قال ليهم الخبر المحزن أنه دخل في غيبوبة وما عندهم حتى شي فكرة امتى يفيق الأمر قياه نهارت دمناك وغابت على الوعي نقلوها لغرفة أخرى وعلقو لها سيرون سيراج بغي حماق ما حيرتوا فوه اللي يراعز ويعلم الله واش يرجع يفيق أو اللا أو اللا لامو اللي ما قدرت تصبر على ولدها تاديون بطيء وكحل على كلا الجانبين را كان تكلف بكل شي باش تنقل غدير من تنماك وقرر يديها خارج البلاد باش يعالجها واحتل حمايتها من الأشخاص اللي بارخين يقاديوها سيف ما تحركش من حداها ابقى قالت جنبها وشاد لها في إيدها حتى حس بها تحركات وهو يهزراته فانت ليه كتحل في عينيها وعنقها وقبل خطها قال ليها الحمد لله على سلامتك غدير كتسمعيني ظهرت عنده بتاسمات وقالت ها وهو يقول ليها سيف خرجتيها مني خلعة كيف كتحسين قالت مزيان تفكرات شي حاجة وخرجات عينيها وشدات في إيد سيف وقالت له سخر سخر فينا هو شنوق علي وبدأت كتبكي وقالت كان معايا سيف سخر فينو يلاه بغي يجاوب وهو يدخل را كانت شافها فاقت وجا عندها ما حج احتهبط عندها وعنقها بقوة وقال ليها على سلامتك قالت را كان فينا هو سخر فاحد عليها وزير على قبضة إيده ما عرفش شنو يقول ليها فاش كان جاي شاف سيراج وقال ليه باللي سخر دخلف غي يبوبه إينا عرفات ما غاداش تبغي تمشي تصابر قرر يكذب عليها لمصلحتها ما خاصهاش تبقى هنا فبتاسم وقال سخر بيه خير ما عندك علاش تخاف قالت غاديا خاصنين مشي نشوفه عافا كديني عنه حاولت تحرك جسمها سففلي وما قدرها تش كتزير على رجلها باش تحركها ووالي مدت إيدها وحطاتها على رجليها كتلمس فيها شوية بدأت كتضرف رجليها بالشهد وهزات رأسها كتشوفيهم ودموحها بعدين شلال قالت ما كان حش برجلية رجلية ما له علاش ما كان حش بيهم سيف قال لها كيفاش وهو يقول راكان كيفاش ما كتحسيش برجليك غادي ربقت كتبكي وقالت رجلي رجلية ما كان حش بيهم بدأت كتضرف بهم بهستيريا وقالت علاش يا ربي علاش سيف قرم منه وشدليها في إيدها باش ما تبقاش تضرب عيني حمارو ومغرغرين منظرها قطع ليه قلبي وبقارة كان بدوره مصدوم خرج كيجري وارجع بعض لحظات شانق على الطبيب دخلوه وكيغوت قال له شوف شنو عندها علاش ما كتحسيش برجليها ايش كنتو كتديرو في غرفة العمليات قال ليه الطبيب ممكن تخرجوا خاصنين فحصها خرج راكان وزيف كيتسناو على برا مصدومين ومقادرين شي تخيلوا ان غادير غدا تولي مقعدة بعد عدة دقائق خرج طبيب وبلغهم بالخبر المؤسف وباللي فعلا تشلات من نصفها الصفلي وفقدات في قدرة على المشي بسبب الحادث دخلوه عندها محصرين على حالتها بانت ليهم جالسة مسندة على المخاد وساهيو دموحها غادين بوحدهم بدون صور ما عرفوش اشنو غادي يقولو لها وباش يقدرو يوسيوها وبعد صمت طويل خبرها راكان بيلي غادي ياخدها الخارج باش تتعالج وخاصة دابة فاشعرفو بيلي تشلات ما عارضاتش حدها اكتفات بالصمت وخلاتهم يتكلفوا بكل شي وفي اليوم التالي خرجوها من المستشفى مباشرة المطار كانت اول مرة تستعمل الكرسي المتحرك فبقات ملتازة بالصمت وغير كتشوف بعينيها ودعا تسيف المطار وواعدها يخلط عليها في اسرع وقت بازت الايام وغادير بدأت كتتقبل الوضع شوية بشوية وبدأت العلاج مع راكان اللي كان صعيب عليها ولكن اللي محفزها هو انها على الاقل غادت ترجع التحكم في حياتها وخا غادت تعيش مقعدة الباقي حياتها الا انها غادت تعالج من المرض وسامدي والماضي الاسود جلسات التنويم المغناطيسي مكانوا سهلين وبدأت غادير كتحس بالتغيير والتحسن وفرحات لحالتها ولكن ديما ضحكتها كانت ناقصة وكتسها بزعف وفي الليل من اللي كتبقى بوحدها كتقلس تفكر في صخر واخر حاجة وقعات اعترافه لها بحبه والحادث وعجزها على المشي ومجيئهم البلاد اخرى فجأة كتساءل مع رأسها على احواله واش بي خير وعلاش يا تورا ما سولش عليها والصاف ينساها كتبكي حتى كتعيا وكتنعس على امل شنهار تسمع اخباره او لا تشوفه في اللول كانت كتسول ركان عليه وكيقول لها مشغول مع الخدمة والقضايا وكتحس باللي كيتقلق وشوية بشوية ما بقاش كتسول وفي المغرب داز اصبوع على الصخر هو مازال ما فاقم الغيبوبة رقية وصيراج ديما في جنبه كيتسنى وبفارغ الصبر انه يفيد وكباقي الايام كانت قال صح دهراسو كتقرع عليه القرآن وكتدعيمها احتى شافت عينيه كيتحركه ناضت بالزربة كتدوس ايدها على وجهه فرحانة وكتبوس فيه وكتضحك دخل صيراج وغير بالليحة العينيه مشه كيجري عيط على الطبيب شافوا الطبيب وطمأنهم عليه قرب عنده صيراج ودرب ليها لكتفو وقال له على اسلامتك السبع خرجتيها من نخلها شاف جهة الباب وكان واقف عمر متكي على الحيط ومربع يبديه كيشوف فيه وهو يقول له صخر فينا هي غاتية رقية قالت له شكون هادية ولدي عمر بقى ساكت وهو يقول صخر رأسو ولتك زعمة صيراج قال واش البنت اللي كانت معاك فاشترتك سيدا قال ليه صخر آه هي وهو يقول له صيراج للأسف ماتت بقى ديك ماتت كتتردد ليه في ودنيه جمت فبلاسه وعينيه حماروط غرغروب الدمار حس بحال ليلة قد تحتي ليه قلب وطراف طراف كيفاش ماتت اللا مايمكنش تموت نزلت دمعة من عيونه وكتجري بسرعة دور وجهه الجهة الخرى بش ما يشوفه حتى مسحها وحيد لغطا وناد بحال ليلة ركبت ليه هدو وهو يقول له صيراج انت فين غادي واش مقادر حتى توقف مقاد وخارج رجح لبلازتك حتى تبرع قاها كان كالهوص بيطار ولكن ركزتي فيها صخ عاد فايق من قومة ويديك مهربسة اقلس حتى تبرع دار عنده عينيه حمارين كيبريين وانطار منه ايده ودار خارج حس بصيراج شد فيه مرة اخرى وهو ينفاجر اقال ليه وطلق مني كتعرف اشنا هي طلق مني ودار عند عمر وقال جيب ليه ما نلبس قبل ما نحرق هدس بيطار خرج عمر بدون نقاش جاب الطبيب ووصى واحد من الرجال يجيبوا لصخر ما يلبس بقاتهم مو صيراج غير كي يشوفوا فيه ما عارفين ما يديروا كيفاش حتى التقلف في لحظة بقاهم تبعين ليه العين غادي جاي في الغرفة وكيصوت وهي تقول له رقية سخر ملكة ولدي واش كنتي كتعرف ديك البنت اللي يرحمها وقفوا دار عندها شاف فيها وضرب الكرسي برشلو وقال بعصبية ما تقوليش اللي يرحمها الواليدة ما تقولي هاش هي ما ماتتش قال ليه سيراج تهدنا صاحبي ملكة لهاد الحالة واش يلا قلتي ما ماتتش غدا ترجع لا يهديك حضر عقلك غوت عليه السخر وقال له ما ماتتش هي ما ماتتش ما نعودش نسمع هاد الكلمة مرة أخرى خرج بخطوات مسرحة وعمر تاب عمر لور توجه للاستقبال وقال لمريضة غادير الأشقر هنا غربة طابت في البيستيل اسم وطلعوا لها المعلومات وهي تهزرسها فيه وقالت لمريضة ماتت أسبوع هادا السخر زير على أيديه وقال متأكدة شكون الطبيب اللي كان مسؤول عليها قالت ليه اسم الطبيب وسولها على فين يلقاه وراتوا المكتب دياله تحرك بخطوات مسرحة ومشال عند الطبيب تخال عليه كيف الرعداء شنق عليه وهزه من فوق الكرسي وبدأ كيعطي فيه لكمات وحدامة وراء أخرى ادخل عمر وعتق الطبيب من بين أيدي دين السخر وجر معاه السخر وخلاوا الطبيب قالص في الأرض خرجوا من المستشفى وطلعوا للطموبيل بغي يخر السخر ورجع للمستشفى يقرب الهعليهم حتى وقفوا عمر وبدأ كيعاود لي على شحال من حاجة وقعات فاش كان كوما أول حاجة قال ليه بيلي اكتشفوا بأن الحادث كان مقصود وبفضل كاميرات المراقبة قفضوا لسائق رموك وحاليا هو مسجون واعترف بيلي خدمه بلغطائل من المال ولكن منطق باسمية حد عدبوهم زيان وما قالش شكون صيفته تأكدوا بيلي فعلا ما عارفش وصف لهم فقط الشخص اللي جا عنده وكان بنفس مواصفاته سنوب اللي كان صيفة خديجة الغدير بعد ما سمع السخر هادشي كله غير ما زادت عصبه ملامحه تقلبات وولله بحالشي وحشبه غيف تارس اللي جا قدامه تحرق عمر من تمنعك ووصل سخر لداره خرج من الطموبيل وطلع للشقة وافتح الباب ودخل وتوجه للدوش ديريكت وفي اليوم الموالي ارجع سخر الخدمة وكله إصرار يلقى هادو اللي كانوا السبب ليه في الحادث وش حال من حاجة اخرى جا هاد الايام كان مراقب وهو بدوره كان دير الاحتياط في اي خطوة خطاه وخدام حسي ميسي ركز يلقى الشخص اللي غادي يساعدهم على الوصول دكشي اللي يبغي بلا ما يخلي اطار وهنا فاشدار تحركاته ولقى هيلر ابرع هاكر في البلاد واللي كانت هويته غير معروفة ويوم ورا يوم كيبحث وما تهنح تقدر يعرف مكان هيلر ما تفاجأش باللي هي فتاة وما هموش الأمر بتاتا المهم عنده هو يوصل دكشي اللي بغاه وهي الوحيدة اللي تقدر تساعده واللي الاسم ديالها الحقيقي هو أسير قيل لها باش تدخل ملفات الشرطة السرية قيل لها باللي النظام محسن من الهاكت خاصة الدواسة السرية وبغاها تدخل لهم قبل ما يعيقوا باللي شي حد اختارق النظام وبالفعل أسير اختارقات النظام وجبدات ليه قاعدك شي اللي بغا سولها الصخر واش هي فعلا متأكدة باللي معاق بها حتى واحد قالت ليه أتي دست بحال الشبح ما عندهم حتى في كراب اللي سيستام تختارق وفي أرقى أحياء مدينة لوس أنجلس كتواجد مطاحة من أشهر المطاحات في المنطقة وقفرة كان أمام غرفة في الطابق الأخير دق وفتح الباب كيقلب عليها بعينيه ما بانتش ليه تاجع للبالكون اللي كيطل على الحديقة الكبيرة واللي مزينة بأجمل الأظهار والنباتات وقف في باب البالكون كيتأمل في الإنسانة لقدامه البراءة الطاغية على وجهه وشعرها الحريري كيطيره الريح دارت شافته هي تبسم ليه حطات إيدها على عجلات الكرسي المتحرك دوراته قربات ليه حتى وقفات مقابلة معاه بتازمات غدير وقالت أصبح الخير دكتور ركان ركان تحنبازها في جبهتها وقال صباح الورد ولياسمين الأحلى غدير قال ليها كيف حاستعم زيان قالت بديت نتقبل الوضع حضرت عينيها وشافت فرجليها وقالت وخاوليت ناقصها ولا كي الحمد لله قلت قرفوساء مقابل معاها وقال حاشا واش تكوني ناقصة مشي حي تفقدتي القدرة على المشي صافي ناقصات فيك شي حاشا شد إيدها وقبلها وقال يكفي أنك تبقى كيف مندي غدير لك نعرف خاصة دابة فاش العلاج ودك يعطي نتيجة من ليت تعالجي من مرضك كل ين غادي نديك عند أحسن الأطباء وترجعت مشي من شديد صحبات إيدها من بين إيدها وقالت أنا راضية بهذا الشي اللي كتاب عليا وكيف ما قال الطبيب نسبت أنني نرجع نمشي ضئيلة إلا ما كانتش من عدم راكان قال إيها شحال من حالة قبل منك قالوا لي هم الأطباء نفس الهضرة ورجعوا كيمشي كل شي على الإرادة والنفس خرج راكان وكيف صد الباب أطلقت العينان لدموحها اللي حابسهو من نهار كامل ماشي أول مرة غدت بكي بل كل الليلة قبل ما تنعس كتفزق وسادتها بالدموع عاد كتنعس كيتمدك شي في قلبها أسئلة عندها ما لها جواب ما قادرت تسو الحد أو لا تستفسر على شنو واقع وزادها الوضع اللي هي فيه شافت في رجليها والدموع كي يجريوا على خطها مدات إيدها حطاتها على رجليها كتورك عليهم بكل جهتها لعله وعاست حسب شي حاجة ووالي وقت ما تذكرت باللي ما باقيش تقدر تمشي كيرجعوا عليها الأوجاع وكتذكر الحادثة اللي داز عليها شهرين تقريبا وصخر اللي ما كيحيتش من بالها كتتسائل علاش ما سولش فيها وعلاش ما قلبش عليها واش نساها ولا عرف بوضحها وما باقيش بغاها تحصرت على اللحظات السعيدة اللي دوزق بالحادث وفرحتهم اللي ما كاملاتش بعد ما عتعرف ليها بحبه حسات به كان صادق وداك الشي اللي قال خرج من قلبه إيدا علاش تخلى عليها ونهار فاقت في المستشفى القات غير راكان وصيف اللي بجنبها تخلعت عليه وخافت تكون وقعت ليه شي حاجة من اللي فاقت صباح كان وعينيها من فوخين من كترة البكال اللي بكات في اللي طلعت ليها الممرضة الفطور وثولات على راكان قالت ليها بليمشا المؤتمر في واشنطن وغادي يرجع لغتله طلبات من الممرضة تنزلها للجردة حيت حاسة براتها مخنوقة وبغا تستنشق شوية ديان الهواء نزلتها الممرضة في المسعد وخرجتها للجردة الخلفية ما كان فيها حد غيره ما بجوش ابقعت كتدفع بيها الكرسي وكتدورها في المناظر الخلابة استأدنات منها الممرضة ومشا تشوفش خلها وقالت لها ما تباعدش وإلى احتاجاتش حاجة تعيط لها في التليفون مديت لها التليفون اللي خلى لها راكان باش يتتاصل بيها ويتمأنع لها ابقعت بوحدها جالسة في الكرسي شعرها لكحل مطلوق على كتابها وجهها تنور وعينها لمعو منلي خرجات وشمات الهواء الضرق تحنات شوية وبدات كتدوز إيدها على الورود وكتتحسس ملمسهم خطفات إيدها فاش حسات بشو كدرباتها في صباحة هزات صباحة كتشوف فيه خرجة منه نقطة ديالة تم وخسرات ملامح وجهها بشكل طفولي كتغطن حتى كتسمع ضراتك سمعت صوته موراها وهي تحس بقلبها قفض من بلازدو جسمها تنمل عليها وإيديها كيترعته الحزن والفرح تخلطه عليها بغات الدور عنده وتشوف فيه تشبع منه وتستنشق ريحته وتعاتبه وتخاصم عليه حيت خلاها هاد المدة كلها كتتعدب ولكن هبطات عينيها فرشليها وحسات بالإحراج من حالتها ولات من دوي الإحتياجات الخاصة مبقاتش غادير اللي كان بغافه حد الوقت نزلوا دموحها اللي حبساتهم حتى عياد وطاحوا كي يجري حسات برأسها كتتحرك دورها عنده حتى تقابلات مها ومهزاتش رأسها فيه أهبطوا قلت القرفصاء ونفاس معها مت إيدوهز إيدها كيشوف الجرحة اللي في صبحها حطها علش فاي فوق ومص من الدم اللي كان فيه وباسو هزات عينيها لمدمعين وشافت فيه مبتاسم وكيشوف فيها بحب وشوق كبير وباقي شاد في إيديها وقال لي هو هو مبتاسم هاني داويتو بقات مبلق عينيها فيه غمضاتهم وزيرات عليهم مزيان وعودات فتحاتهم بغت تأكد واش كتحلم ولا هو فعلا واقف قبالتها حلاتهم ولقاتوا باقي كيف هو كيشوف فيها بطريقة كتدوه بالتلش ارجع ووقف مقابل معها وطلعات عينيها فيه متبعه وما نتقات بحتكلم غير كتشوف فيه متبعه شنو كايدية تحنى شوية عندها ودور إيد دم ورا خسرها هزها بخفة ولستقهمها وخشاها في حضنه ومدور إيد ديه بجوج على دهرها ومزير بكل قوة خشا راسو في عنقها واخدا نفسه طويل استنشق ريحتها وقال لها الله على راحة وهمس حدودنها وقال توحشتك ابقى تشاد دل صغر في درعانه بجوجه ومخشية في حضنه كتلم من قلبها هادشي ما يكونش حل ما قاداش على غيبة آمال خراه ما قادراتش تقاوم فور محسات بدفق جسمه حتى هي بدورها خشاة راسها في صدره كتستنشق ريحته قالت هادا انتا ياك انا ما كان حلمش كيف ديما قال لها وهو مبتاسم كنتي كتحلمي بيا ها ايش كنا كانديرو في الحل قولي خدودها توردو وحدرات عينيها نزل عليها شي خجل وجمعات فمها قبل ما تسرسر ليه شلو كان واقع فيها وهو بعيد عليها قال لها باقى شاكة واش حلم واخي يكون حلم غادي نخرج ليك من نون خطفك وانفدي فيك ذاك شي اللي داز علي ابن ثبتك وهي تقول له غادير صخر علاش ما سولتيش فييا هاد المدة كلها كنت عايشة بحل الميتة كتدفع فيه باش يطلقها وقالت اهبطني ورجعني البلاستيك عاد جاي قال لي ها اهداي بدأت كدرف فيها لصدره وقالت علاش خليتيني بوحدي كنت غادة نحمق فقت وسولت عليك وقالوا لي صحتك باخير علاش ما جيتيش عندي علاش وكنت بغيت نجيل عندك ولكن رجلي يا صخر انا وليت مقعدة ما بقيتش نقدر نمشي ارجع صخر دمها وقال هادو اللي كانوا سبب في معاناتك غادي خلصوا غالي قالت غادير بس صح وهو يقول ازقاي راه غادي نمرمدك هنا بتاثمات وبعدات على عنقه وتقابلات مهاه وقالت وفين كنتي هاد المدة كلها قال لي ها صخر عندي اسبابي من بعدو نشرح لي كل شي عرفت يشنو كانوا واقع فيي وانا بعيد عليك راه كنت معد بكتار منك كل شي غادي توضح غير حتيجي دك خينا وغادي نوريه لقوالبك في ديرين قالت غادير شكون هادا واش را كان قال لي ها صخر انهارو بوحدو حتان سالي ليه نزل عينيه فيها وقال دوري ايديك على عنقي فغطيحي دورات ايديها على عنقه وكتشوفيه مخرجها من تمك شافتهم الممرضة وجاتك تجري وقالت فين غادي بيها سيدي ممنوع لها تخرج من هنا الى ساق الدكتور را كان الخبار غادي يجمعناك عاملين قال لي ها صخر سيري بحالك لنخرج فيك ومن لي يجيدك الكيدار قولي ليه صخر كي يسلم عليك وقريب يجيدين معاك سلة الرحم حلته موبيل ديالو حط غادير وسد الباق ورجح جاب الكورسي حطه اللور وركب وخرج من تمال واحتاشي واحد مقتري منه بدأ غادي سايق وقال لها فراسك باللي في المغرب محسوبة باللي انتي من الاموات غادير دارت وشافت فيه وقالت شنو؟ وهو يقول لها صخر فقط من الغيبوبة وقالوا لي باللي مدي صدمات غادير وقالت كنت في غيبوبة صخر قال لها ماشي هذا هو المهم اصحاب الحسنات اللي سيفتوك لهنا بالاخبار وزايدين كتبو عليا حتى انا غادير قالت صخر ما فعمت والو كيفاش مت وانت كنت في غيبوبة وما قالها ليا حد واش كانت في خبار ركان صخر قال هاداك هو راس الحربة هو وداك عشيرك حتى هو ولا فيها الدغل وهي دغل غادير واش كان كي حساب ليك مت قال ليها صخر لا كنت عارفك ما مديش كنت حاس وكان خاصني نتأكد كنت شوية غادي نقلب عليهم صبيطان حتى منعني عمر وعاود لي علش نوقع فاش كنت قومه وباللي ركان جابك الهنا باش تعالشي غير بغيت نعرف المصرفق اللي قالها ليه مني يتودار هاد المصرحية علي حتى انا غادير قالت ما بقيت فهمت والي واش دابة انا محسوبة ميتة ولشنو قال ليها صخر ما تشغليش راسك بهد الشي حاليا كان وعدك كل شي غادي تحال رجعتك تشوف الطريق وقالت فين غادي قال ليها صخر عندي لبطار قالت عندك دار هنا قال ليها اه كنت ساكن هناش حال هادا وهي تقول له واش ما غاديش رجعو المصحة صخر قال حتى نصفي حسابي مع هاداك خينا وغادي نرجعك تكملي العلاج ديالك غادير قالت كيفاش غادي تصفي معاه الحساب واش حيت كدب عليك عافاك بلا ما تدامس قال ليها صخر والله لابقات فيه والغد لي وفي العيادة كان واقف راكان وسط المكتب وجاء مع الموظفين وكيحيح قال كيفاش ما كيناش واش انا فين ما نتحرك لشي قند انجيل لقاها مشات معا من خدامانا معا الكوانب وقف حدا الممردة اللي كانت مقابلة غاديه كيشوف فيها شوفات قسحة بقى كيغوت عليهم وجرع عليهم وبدأ كيضروف اللي جات قدامه مشال المكتب وشغل الكاميرات ديال الشردة با ليه الصخر وهو يتكحل بالعمل وضغط على قبضة ايديه بجوج وهو كيشوف في صخر جالس قبالة غادير كيقفل في صباحة وفاش عالنقا وهزها وخرجها معا سد اللابتوب بالزعفة وزف به مع الحاد الليل كامل منعش جالس في المكتب وحط يديه بجوج على رأسه كيخممه مع الصب شوي يسمح الباب التفرع للجهد وهو يهز عينيه با ليه صخر داخل كيف الرعدة ووجهه ما كيبشرش بالخير كله حمر وعرقه من فوخين عكس كيف كان البارح وقفره كان مبادله نفس الشوفات للغضب حتى واحد فيهم ما بغيت نازل وكله واحد مقص حراسه كتر من الآخر سخر مدقي الدورة دهروج بدل فردي ووجهه لراس راكان وهو يقول له بصوت عالي قلبت عليها قلت ليك فوت ساحتي وفوتها عليك ما عندكش الحق تاخدها فين بغيدي وتدير اللي بغيدي انا هو اللي عنده الحق فيها هي ديالي انا ديالي كتفان وبنفس النبرة رد عليها راكان وقال له انت السابب في اللي وقع عليها فقدات القدرة على لمشي بسبابك ما قادرش تحميها بحد ومن بعد اسبوع ارجع سخر ورجع معه غادير المغرب اداها لداره ومن بعد مشى لدارهم طلع لموه وديزو ثلث ايام وكان واقف في البالكون كيقرف ميساس سيفطوليه عمر وهو يصوني ليه التليفون في ايديه جاوب صخر وقال نعم الوليدة رقية قالت بغيتك تجي اليوم تغدى معانا عندي شي هادرة نقولها لك صخر قال اينا هادرة قالت ليه امو ايواجي وغادي تعرف قال صخر الوليدة مامسى ليش خليها النهار اخر رقية قالت ليه بحزن خاصة كتجي ضروري ماشي وقت ما هدرت معاك تجبدلي الخدمة واش انت عايش غير للخدمة ما بغيت زوج ما بغيت استاقر ودير ولادك علامة خدامك تضربها التمارة بغيت غير نعرف صخر تعصبه قال ايش جابش يزواج الهضرة الوليدة بلم تجهليني تاني ارحم والديك الف مرة قلت ليك ما باقيش تجي بديلي هاد الموضوع رقية قالت شوف نقول ليك صبرت حتى عييت وسايرتك وما كان حكرش ولكن هادا لا غادي تجي للدار وفكرة الزواج غير دخلها لدماغك واليوم نفكو هاد الجرة انا لقيت ليك البنت المناسبة وكنت منتجي باش نقشو الموضوع بهدوء صخر قال الوليدة واش ركي شوية لا باس ايلا لقيت البنت تزوجي بيهان تينيت انا مخصنيش رقية قالت جوج كلمات اللي عندي قلتهم ايلا ما جيتيش عمر باقي عيني يجيو في عينيك قطعت وخلات بوركان شاعل في الداخل تيانا كيفاش بلان هاد الزواج اللي جا فجأة كان من قبل كتجبدليه الموضوع ولكن دغيك يغمق عليها هاد المرة شافها مصرر زي على قبضة ايتو وكيتحلف ابقى واقف ودير ايديه لجنابو هاز راسو الفوق وكيصوت ودماغه مرون فتح عينيه وزفر بالجهد ودخل وشاف غادير اجلس موراها وبدك يمشط لها في شعرها بتاسم وقرب عندها وقال لها تبغين ديك تتعرفي على بيان غادير دارت شافت فيه باستفهام وقالت شكون بيان قال لها صخر ولدي خرجات عينيها وقالت ها؟ اضحك صخر وقال ناري كل شي على هاد الحركة قال لها صخر ولد سيراش كنت عاوت ليك عليه باغت تعرفي عليه بتاسمات وحركات راسها بقاه وقالت اه بغيت وهو يقول صخر اوكي نمشي وده بنيت غادير قالت واش لداركم فين عيشة ماماك واخوك قال لها صخر اه علاش كينش مشكيل قالت غادير اه لا والو وقف ولبس وهزها وهبط خرج حطها في التموبيل ودار الكرسي في القوفر دار وطلعوا كسيرة سعيق بإيد وحدها خد التليفون ودوز المكالمة لامو وقال لها بلي جاي باش يتغدام حهم حس بها فرحات وقطعوا حط التليفون كانت الأم ديالو وقفة في الكوزينة حلى الخدامات كيقادوا أطباق صخر مفضلة وهي كتقول لي هما شنو يديره فرحانة حيتسمع كلامها وماشي بعيد تقنعه بفكرة الزواج والتهنى من جهته سمعت صونات وخرجات ملكوزينة والخدامة غادين جايين كيعمروف طبنا ابقات واقفة في وسط الدار كتسمناه يدخل حتى كيبان ليها داخل ودافع قدامه كتسمه تحرك قال سفيه فتاة ووقف قدامها وشاف فيها بابتسابه وهي بادلة لابتسامة متوترة ومفاهمة واحد نزلت عينيها كتشوف غادير اللي حادرة راسها وكتلعب بإيديها ورجعت شافت فيه باستفهام قال لها سخر جبت معايا الضياف ما غاداش ترحبي بيها رقية قالت نزلت عند غادير وسلمات عليها وقالت مرحبا بك ابنتي غادير هزات فيها عينيها وهضرت بصوت خافت وقالت شكرا رقية قالت تفضلوا تفضلوا لطبلا جيتوا مع الغداء مشات سبقاته كالدور تشوف في صخر وغادير تخربقاته مفاهمات والو شكون هادي اللي جام معاه وفين كيعرفها جلسات في مكانها المعتاد وعينيها على صخر اللي تحنى على غادير وهزها وجاي بها لطبلا دلعكل كتشوف فيه رقية ومصدومة لاحظات الابتسامة اللي على وجهه والطريقة باش كيشوف في غادير حطها في الكرسي اللي جنب ديالو وهي مظن نكمل الحركة اللي دار قدام الأم ديالو دخل سيراج للصالة وهو يشوف صخر وبتعسم ودور عينيه بانت له غادير وفهمها طايرة عارف مجيه تصخر ماشي غير هكاك تقدم عنده مسلم على أمه وباس لها راسها وتسالم مع صخر وقال أخيرا توحشتيني وجيتي تشوفني صخر قال له ايش غادي نتوحش فيك مثلا وهو يقول سيراج والله لا توحشتيني باينة في عينيك شكون هاد الزين صخر احقد حجبان وقال حذر عينيك غادي نتقبهم ليك وهو يقول له سيراج آه هادي هي خلى صخر واقف وقرب عند غادير ومدلها ايده وقال أخيرا تشرفت في معرفتك قال ليه صخر قلست حنجر باين فيك الجوح وشاف صيراج إيلاف نازلة من تروج واطلق من ايد غادير ومشى قلس في بلاستو بعد ملعب على أعصاب صخر وحاجبوه شنودار وهي تقول إيلاف عندنا الضياف اشكون هاد الزين قال سيراج ما زال معرفناش استي صخر واقي لكي تسنحت دشمع العائلة رقية طول الوقت محيداتش عينيها على غادير حاسبش حاجة ماشي حتل لهايه وخاطرها ما مهنيهاش قال سخر حتنت غدا ونعرفكم وشاف فموه وقال باش ما توحلش شي ناس قال سين في الطبلاء وباشرو في الأكل والسكات غير تباصل وليفوشات اللي كيتقرقبوه إيلاف كتسوه السيراج بعينيها على شكون البنت اللي قال ساح ده سخر دار لها براسو حتل من بعدو مش رح ليك رقية وصيراج وإلاف حاضين صخر اللي كل ساعة يكوب الغادير في تبصيلها وكيقرب لها الأطباق متفاجئين بهذا الشخص اللي قدامهم ماشي هو نفسه صخر اللي كيعرفوه واحتى ابتسانتوا اللي قليل فين كتبان ما فارقاتش وجهه كملوا الأكل وغادير طول الوقت كانت متوترة بنظارات الكلها واحتى الصخر اللي كل ساعة كيهضر حدا ودنيها سالة والأكل وسخر شاف بالأم ديالو وقال الوالدة عيطات علي اليوم بغت تهدر معايا في موضوع مهم واحتى أنا بغت نهدر معاك في موضوع خاص ومهم كنت ناوي نأجلو حتى نقاد أموري ولكن بما أنك مستعجلة وبغت دخليني للقفص الذهابي فمعلي غير نلبي لك طلبك كتشوف فيه كيهضر بجدية ما عرفت واش تفرح من هاد الخبر ولا تخاف حيت عارفة باللي ضغطات علي وهو من طبعه ما كينساعش الأوامر بسهولة داك شي باش متخوفة من اللي جاي سيره جدك على الكرسي كيسمع ويشوف في الوضع اللي باينا غادي يتوخر بما لا يحمد عقباه قال صخر بغياني نزوج ياك رقيك تحرك راسها بقاه وهو يقول لها مزيان وحتى أنا صافي اقتانعت وغادي نلبي لك رغبتك شد في إيد غادير وحطها فوق الطبلة وقال كنعرفك بخاطيبتي غادير وقريبا زوجة صخر بن يازيد الكل مصدوم حتى من غادير بقت كتشوف فيهم وسع عينيها كيفاش خاطيبته امتى هدشي وهو عمره جبدليها موضوع الزواج بقت كتشوف إيدتيهم اللي مشابكين وبغا تسحب إيدها وزير عليها مخلاهاش شاف فيها وبتاسم ورجع شاف في الأم ديانو اللي تسرت لها لسهن ومعرفات باش تبلات كيفاش ولدها غايتزوج بفتاة مقعدة واش هادي هي اللي غا تعتاني بيه وتولد وتقوم بداره وولاده راه هو اللي خاصه يعتاني بيها ويشد بيها في أي حاجة بغا تديرها حتى الضوالات محالكة تقدر تمشي لها بوحدها هي ماشي هادي اللي بغايت وماشي هادشي اللي فكرات فيه وتخيلاته في دماغها ما عندها حتى شي حاجة ضد غدير ولكن ما يمكنش تقبل بها كزوجة لولدها مستحيل نطقات بعد صمت طويل وقالت ما يمكنش سخر هز حاجبه وقال كيفاش ما يمكنش رقية بدون شعور قالت ما يمكنش تزوج بوحدة مقعدة ما يمكنش سخر قال بصوت عالي زعزع الفيلة كلها رقية واقف كينهج وواصل وحدة درجة ديال الغضب حتى ولا كله حمره عرقه بارزين كيشوف الأم دياله بشوفات قاسحين خبط إيدوه على الطبلة حتى تزعزع كل شي وقال كيفاش جرأتي تنطقي بهاديك الكلمة فينا هي الإنسانية والطيبة اللي معروفة عليك كتحني فينا تغراب عليك و تضلي تبرعي و تساعدي الناس وعمرك حتى قرتيش حد ولا نزلتي منه كنت مفتاخر باللي عندي أم بحالك اللي كتشوف الداخل ديال الإنسان ماشي المظهر دياله ولكن خيبتي ضني فيك كون عايرتي شي حد أخر ما عنديش مشكلة ندوزها ولكن هي بالدات لا ثم لا ما نسبحش ليك دهر شف غادير اللي حابس النفس ومزير على شفيفها ودموحها واقفين عن درموجها عارف هاد الهضرة دراتها وضربات لها على الوطر الحساس وهي أصلا حاسة بالنقص من نهار ولات مقعدة وكان كيحاول ما يحسسهاش بإعاقتها طول هاد المدة وتجي اليوم مو تضرب لي كل شي في الزيرو وتحطم هكتر ما هي محطمة رجع هز عينيه اللي كينفته النار وهدر بصوتها لي ونبرة غضب قال واش عارفة باللي الحالة اللي هي فيها بسبابي أنا بسبابي أنا ولات كتستعمل كرسي متحرك كان خاصني أنا اللي نكون في بلاستها ماشي هي فراسك بهذا الكلمة ضريتيني أنا اكتر ما ضريتيها هي عمري ما غادي نساهليك شفتي واخد سمحليك هي أنا ما غنسمحش لي شاف في اخوه اللي قالس وما تدخلش نهائيا عرفهم اللي غلطات وما كانش عليها تجرحها غاتير بهاتيك الهضرة وهي أول مرة كتشوفها إلاف بقد جامدة في بلاستها وكتشوف درجة الغضب اللي وصل لها صخر عمرها شافتو هاكا أمار وقيا فبقت جالسة في بلاستها وحادرة راسها ساقلة وما زادت حتى شي كلمة أولا صدمتها من ردة فعل سخر وصراخه عليها عمره في حياته هالصوت عليها وخا كيكون محصب وتانيا دار فيها هي اللي هو على ود بنت غريبة غيكون عرفها غير البارح وجا كيقول لها بغيت زوجها وخا ما خلا ما قال ولكن ما زال ما برد لو ما كانتش موهية لنتقاتها وكان شخص آخر كان غا ديكون منه تصرف واحد آخر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر